مساء الخيرات تحياتي لكم الانزلاقات الوضروفية يعني انبعاش في الوضروف في الظاهر وضغطه على العصاب الفرعية هذه الحالة بتحدث عند الناس من عشرين لاربعين سنة لما يكون الدسك مكتمل ويكون في صحته في عافيته ويكون في مياه بعد الاربعين سنة بنبطل نحكي عن انزلاقات الوضروفية ودسكات بتخف هذه الحالات وبصير في عمنا حالات تانية حالات تهتك في الغضاريف حالات يعني الغضروف بصير يفقد من خاصيته اللي بتخليه يتحمل الاهتزازات وبصير ضغط على العصاب والعصاب بتضعف وبصير فيها التهابات وألاب مزمنة هلا الانزلاقات الغضروفية بغض النظر وين هي في أسفل الظاهر الالوان او الالتو او الالثري او الالفور او الالفايف او الاسوان اللي هي آخر فقرات ممكن يكون فيها انزلاق في الغضروف بغض النظر شو نوعية الانزلاق هل هو انزلاق بسيط اللي هو دسك بلج بدون عملية فتك للنواة تحتلق الدسك فقط انبعاج وضغط على العصاب يعني يعني غروج المادة الهلامية للخارج وضغط على العصاب هذه الحالات أول شي التشخيص فوق الثمانين في المئة من التشخيص هو التشخيص في العيادة مع الطبيب المختص مع الأخصائي المختص في حركات بسيطة سؤال وجواب بنعرف التشخيص العلاج والتشخيص مش بحاجة لا لا سوى راسعة ولا امراي ولا سيتسكان ولا تحليل لا الهداعي الاعراض واضحة بتكون الام موجودة في الظهر بعض الحركات وخصوصا الانحناء للامام بتنزل الاعراض وبتنزل الالام للرجلين اه ممكن يكون مع الالام اعراض عصبية زي التنميل والخضران وضعف الحركة في الرجل هاي اعراض واضحة وبتدل انه فيها ننزلها غذروفي وبنعمل بعض الحركات التانية البسيطة يعني بحني حالي لورا وبشوف اذا الحركات بتغير وضعية الالام وبتغير كمية الالام يعني بصير في تغير اثناء الحركة بحني حالي لقدام بزيد الالام برفع راسي لفوق بخف الالام بحني حالي لورا بخف الالام بقطع جحاري على الجنب بزيد الالام يا بزيد او بنزل للرجل او بطلع من الرجل في هالحالي هذا بأكد تشخيص انه في عندي اشي متحرك في اسفل الظهر وهذا بضغط على العصب اذا ام ضغط العصب في هالحالي بتنزل الالام لتحت للرجلين اذا خف الضغط عن العصب حررنا العصب في هالحالي الالام بتطلع من الرجل وبتتوجه للعمود الفقري وبتخف حدتها التشخيص سهل وفقط عن طريق الفحص الكلينيكي نسبة بسيطة فقط لازم تحول على امراي وعلى سيتسكان لما يكون في عراض عصبية قوية يعني عراض عصبية اه بتدلنا انه ممكن يكون في ضغط على النخاع الشوقي زي مثلا تنميل وخضران في منطقة الفرج زي مثلا سكوط القدمين وصعوبة في حركة الرجلين بس الاقلبية العظمية ما بتوصل لها المرحلة فصور الاشعة والمراي وستسكان مش لازم يتسوى مع الحالات المعروفة التشخيص فيها هذا من ناحية تشخيصية من ناحية علاجية ما في يعني العلاج الاول العلاج الاول اننا ننته من هاي الالام اللي هو العلاج الطبيعي الفيزيو ثربي والحركات العلاجية هاي معروفة عالميا تسعين في المية من العلاج بنجحوا الناس انهم اعالجوا حالهم من الانزراقات الغضروفية سواء كانت قوية او خفيفة فقط في اتباع التعليمات في العلاجات الطبيعية هلا اللي بده يختار عملية وهو شايف انه بعمل التمرين بتحسن وضعه يوم عن يوم الوضع بتحسن الالم بخف الحركة بتزيد بصير يقدر يمشي بصير يقدر يوقف في هاي العالي ليش ممنوع روح على العملية في تحسن بوقف وبكمل في التمرين وبشدع حالي في التمرين تأنتي مية في المية اللي بده يروح على العملية ومبسوط على العملية ادخل الوضع بعد العملية هيكون اسوأ واذا ما عملنا تمرين وعملنا مساج وعملنا حركات علاجية بعد العملية الحالي لا فينا ولا في عمليتنا والعملية بتكون فاشلة بتكون فاشلة يعني هيك هيك العلاجات الطبيعية والتمرين لاحقت لاحقتكم لاحقتكم يعني ما في مجال الا لازم تسوها يا بتسوها وبتصبروا وبتتحملوا وهي حتنقذكم من العملية بتسعة وتسعين في المية هتطلعوا منها بس بتها شوية تصبر وبتها متابعة يومية للحركات والتمرين اللي دايما بنحط لكم اياها خصوصا المكانزي تكنيك هاي لورا بدها وقاية ما حنيش حالي ما تعاجش حالي لانه حضرتك في عندك جروح في طهرة من ورا يعني مش منطق اذا كان هذا زي هذا اسبعي وهذا ظهري ظهركم اللي فيه انزلاق غذروفي الانزلاق من الخلف هاي المنطقة الخلفية من العمود الفقري وهاي المنطقة الامامية المنطقة الباطنية مش منطق اذا كان في عندي جروح في اسبعي هون انه ظلني اشد بالطريقة هاي ظلني اشد بظل الجروح مفتوح ما في مجال الا الجروح انه يلتأم الا اذا ثبتت اسبعي لمدة ثلاث ايام او اسبوع بالطريقة هاي في هالحالي بتم التقام الجروح وهذا نفسه اللي بصير مع حالة الانزلاقات الغذروفية بكون في عندي جروح مفتوح في ظهري والغذروف غير ثابت وبروحه بيجي وكل ما يطلع لبرة بضغط على العصب وبعمل التأثير التهيش على العصب الوركي ففي هاي الحالي انا لازم التزم في التعليمات الوقائية لازم اثبت ظهري ما احنيش حالي لقدام ما عملش حلقات التوائية انام صاح لم وضعيه كويسة احط مشد اذا الوضع ثكيل لما بدي اوقف امشي اروح على الحمام بحط مشد على ظهري المشد بثبت مؤقتا اللي ما يعمل عملية ازاحة للدسكات وبتبع التمارين وبتبع الزيوت العطرية وبتبع الخلطات هذه على الظهر اللي هتخفف الالام واغدر اتحمل الوجع للفترة العلاجية هذه اسبوع اقصى حد اسبوعين ببكة الالام رايح تقريبا سبعين ثمانين في المية بتظل شغلات بسيطة فقط هاي مقدور عليها يعني منرجع على شغلنا منرجع لعبة عملنا الطبيعي بعد التزام اسبوع اسبوعين يعني هل الموضوع ما بستاهل اني التزم وشد ع حالي واصبر اسبوع او اسبوعين اللي اتجنب العملية بستاهل وده ما بدي اقدر اتحمل واروح على العملية فش مشكلة بس انه بعد العملية لازم اقوم في هذه العملية التمارين من اول يوم بعد العملية لازم ابلش اعمل التمارين وتحرك وحاول اشد الجروح اللي ما يصير فيه عند تليفات ومضاعفات بعد العملية لانه ده ما تم عمل العلاج الطبيعي والفيزيو ثرابي بعد العملية فيها الحالة بصير فيه تليفات والعملية فاشلة اذا صار فيه تليفات ضغطات على العصب وضغطات على العصب بسبب اهمالنا بعد العملية هنا بيكون فيه مشكلة كبيرة بيكون ضغط على العصب كامل طول الوقت والالام هذه مبرحة بتكون التليف مش زي الانزلاك الغضروفي الانزلاك الغضروفي بلعب فيه زي ما بدي برجعه بقدر انتهي منه بس التليف على العصب في منطقة خروج العصب ومنبع العصب الوركي نتيجة العمليات ونتيجة الهمال في عمل الحركات وعمل العلاجات الطبيعية طب هذي كيف بتكون تحلوها اذا كان فيه تليفات فيش عملية لازالة التليفات لانه هاي منطقة خطيرة بقدرش انا ادخل على العصب واذا ضربت العصب في هالحالة بتصير عندي مشكلة اكبر فنتجنب الامور ونواقع حالنا ونعمل هاي الاجراءات اللي نتعالج بدون عملية واذا ما خالفنا الحظ ونجحنا واللي عملنا عملية لانه ما صبرنا بدنا نرجع ونعمل هاي الاجراءات من اول وجديد اللي ما نريد نعمل عملية تانية وعملية تالتة وعملية رابعة يعني احنا نتناسى انه في عندني تلاتين غضروف في ظهري طب غضروف وعملت له عملية طب والغضروف التاني ما هيك اللي سبب الانزلاق الاول من حركات سيئة او حمل او انحناء سيئ بسبب انزلاق تاني وبسبب انزلاق تالت وبسبب انزلاق رابعة يعني منا نظلنا رايحين عملية جاي وعملية رايحة وعلقة على الدكتور اللي فلاني وكذا وكذا نختصرها ونحاول نعالج حالنا ونشخص حالنا وندير بان على حالنا بيتيان اذا ما اخذرنا خلال اسبوعين لثلاث اسابيع وعرفنا انه اتبعنا هاي الاجراءات حرفيا اللي حطينها اعطيني لكم اياها هذا الكتاب كبير مش بسيط يعني اشتركوا في عمله عشرين اخصائي من مختلف دول العالم عشرين اخصائي بيحكوا لغات مختلفة ثقافات علاجية مختلفة اشتركوا في اعداد هذا الكتاب وموجود مجانة على صفحته اي واحد ممكن يدخله بس يتبع بس يقرأ ونفذ يقرأ ونفذ يعني ضل شغله الشاغل هذا الكتاب وعمل التمارين هذه واللي بده يسألني عن النتيجة شوفوا التعليقات هي اللي بتعطيكم النتيجة هاي شغالي شغالي الثاني عرك النساء والتهاب العصب الوركي وضعف العصب الوركي ممكن يكون مائلو دخل في عملية ديسكات او ديسك او انزلاق غضروفي هذا شي بخص العصب العصب يصير في الضعف ممكن يكون تضيق في القناة الشوكية ممكن يكون ديسك قديم ممكن يكون انا عندي مشكلة في العصب وبسبب العمر صار عندي ضعف فهذا الشي بختلف عن الدسك الدسك انزلاق وضغط على العصب العصب الوركي التهاب في داخل العصب فبيدتوا شغلات تانية يعني غير التمارين والعلاجات الطبيعية والمساج في شغلات تانية بدنا نغدي العصب المواد الطبيعية والمأكلات اللازم ناخدها لتغذية العصب لتغذية العصب بدنا اكلة كبدة مرة مرتين في اليوم كبدة عجل كبدة خروف طبعا اذا اخدنا كبدة لازم يكون معها باكدونيس وثومي وبصل هاي كل المكونات الكبدة تحتوي على الحديد تحتوي على فيتامينات بي بيتولف اللي هي اساسي مكملات اساسية لصحة العصب الامجا ثري اه كمان لبناء العصب يعني واذا حطيتوا معها ثومي والمواد اللي موجودة في الثومي الاليسيين والمواد الكبريتية اللي بتساعد على اه امتصاص الفيتامينات بي والفيتامينات التانية اللي موجودة في هاي الحالة انا باخد هاي الوجب بدي اول عصب فبدي تغذية الوصفة التانية شربة العظام بجيب عظام بقر من العظام المواسير بقطعهم بخلي اللحام يقطعهم بحطهم في تنجرة الضغط بحط عليهم البهارات اللي بدي اياها بحط الكركم كمضاد اكسدي قوي وبساعد على تسريع التقام الاعصاب الكركم بحط اللي ملعقتين ثلاث مع الكركم لازم دايما احط فلف الأسود لا سرعة الامتصاص والهضب شو كمان بحط ثومي بحط بصل نفس الشي الثومي والبصل هم اللي هيرجعوا أول شي مضادات اكسدي قوية مضادات الاكسدي احنا بحاجلة الها في عملية اعادة البناء العصاب يعني مضادات التهابات يخففوا الالتهابات اللي موجودة في العصاب ويسمحوا للعصاب انه يرجع يعيد بناء نفسه في عنا طبقة الميلين هاي الطبقة الخارجية المحيطة في العصاب الحامي للعصاب هادي اللي بدنا نقويها عن طريق فيتامينات بي وعن طريق الاوميكا ثري وبي تويلف والتغذية الصح في حال قوينا الغشاء الخارج للعصاب او الميلين شيد اذا سرعة التوصيلات العصبية داخل العصاب بتكون قوية وما بيكون فيها اي مشكلة بس اذا الغشاء الخارجي هذا صار يتآكل وهذا اللي بيحصل مع ضعف العصاب الوركي ومع الامر في هاي الحالة المجسات الحسية اللي بتدخل في العصاب وبتسري داخل العصاب بصير فيها بطوب يعني هي سرعة الانتقال النهايات العصبية تقريبا 350 كيلو متر بالساعة بين العصاب اذا كان في عندي مشكلة والتهاب والميلين شيد مش موجودة للحالة بتكون سرعة الانتقال اقل من 100 كيلو متر في الساعة يعني سرعة بطيعة في حركة العصاب المهم هاي في عندنا شربة الاضاء في عندنا الكبدي في عندنا السلطات اي خضروات موجودة عندكم مهمة كتير لعنكم بتكون ماغنيزيوم بتكون بوتاسيوم بتكون العناصر هادي والاملاح المعدنية بتكون تاخدوا محازين كمان حبوب القرع يعني تتفننوا في المأكلات هادي واللي ما بده ياخد مأكلات وما بده ياخد الشربات في عنده المكملات الغدائية ياخد مكملات المكملات لازم ناخدها واحد بعاني من الالتهابات في العصب الوركي في عندنا البي كومبليكس كله البي 1 ثيمين البي 2 البي 3 البي 6 البي 12 هو اهم واحد اللي هو بشارك في عمل غير فيتامينات بي كومبليكس منها ناخد الاميجا 3 اللي هو زيت السمك اوميجا 3 يكون مضمون ومعروف مصدره هاي بناخدها مرتين في اليوم اوميجا 3 بناخدها أفضل في المنطقة في الفترة المسائية لازم ناخد الماغنيزيوم الماغنيزيوم بيعمل على كبح الالتهابات اللي موجودة في العصب وارتخاء العصب بيعمل على ارتخاء النهايات العصبية وعدم نقل الذبذبات العصبية اللي بتحمل الألم وبتحمل الأعراض هاي فالماغنيزيوم إذا بدكم تاخدوا مكملات اخده ماغنيزيوم أو ماغنيزيوم 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 نجمع المغنيزيوم مع الغليسين في الحالة بناخدهم بقطعة واحدة أو حبة واحدة اللي بيسموها مغنيزيوم غليسينات والمغنيزيوم بتاخد الفترة المسائية بعد ما نوكل وجبة خفيفة يعني الشوربة بناخد معها حبة مغنيزيوم بناخدها مرتين في اليوم أوميغا 3 مغنيزيوم بي كومبليكس شو كمان؟ فيه كمان شغلات تانية بس هذي شغلات الرئيسية كمكملات اللي ما بده يعقل شوربات وكبدة وشقوة الصلاطات وما بقدر يلتزم في هذه العلمات وهذه الأمور القدائية بس الحركة والتمارين وشغلات العلاجية هذي فيش إلها بديل يعني لازم تنعمل لا تخفيف الألام الشغلة يعني العملية بتروحوا عليها إلا إذا كانت في حاجة ماسة ولا تردوا على أي حدا إذا إنتوا جايفين إنه وضعكم كايد بتحسن والألم غادرين نسيطر عليه إذا إحنا شايفين الوضع وشايفين الأعراض وحسين فيها فما أحد يقدر يجي يفرض على أي شغلة أنا مش مقتنع فيها إنه في تحسن ولو بسيط معناته الموضوع مقدور عليه وبيدي صبر شوي وظلني أتبع لحد ما أخرج من الموضوع الشغلة الأخيرة الناس اللي بيعانوا من ألام حادة 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 نتيجة أي مشكلة في العمودة الفقرية زي الإنزلاقات الوضروفية الألام الحادة ما بتظل على حادة بدها يومين تلاتة بتخف الألام وبتهدى الألام وبتروح فاليومين تلاتة هدولة أنا بستخدم ما بعمل تمارين ممنوع في هاي الحالة أعمل تمارين لما يكون في عندي ألام حادة بس بأخذ وضعيات خفيفة اللي تخفف الضغط على العصب زي مثلا أنا أنام على ظهري أحط كرسي عالي شوية لأرفع جريه وريح شوية العصب بأقعد في الوضعية هذه مدران مرتين ثلاثة في اليوم بتمدد بحط مشد بستخدم كل يوم المساج في أي زيوت مخفف للألام زيت الكرنفول زيت الكركم زيت الزنجبيل زيت الحب السودع زيت حبوب الرشاد زيت السمسم زيت الزتون إن شاء الله يعني الخيارات كتيرة الخيارات كتيرة اللي ممكن نضحها على الظهر اللي تخفف تخدر الألم شوية اللي نقدر نعدي هاي المرحلة الثلاثة أيام بدون ألم وإذا احتجتوا تاخدوا مسكنات فيش أي مشكلة نخدوا أي مسكنات المهم تخففوا الألم وبعدين لما نحس إنه الألم خف شوية لازم نبلش نعمل التمارين حسب الحالة طبعا التمارين حسب الحالي التمارين حسب الحالي أولا شي بشخص حالي شو أنا اللي عندي ديسك بروح على حركات معينة للإنزلاق الوظروفي ولا الدسكات إذا اللي عندي أنا فوق الخمسين ستين وعندي عرق نسا ساعتها حركات معاكسة اللي بتكم تسوها وتمارين تاني مش نفس التمارين ولا نفس الإجراءات فبدي أعرف شو المشكلة وبعدين أمشي مع الخطة العلاجية شو كمان بدكم يعني اللي محيركم اللي أنا بشوفه محيركم أكتر شي اللي هي هذه الأمور هذه الأمور وبلشتوا الحمد لله تقتنعوا في الشغلات الطبيعية ولأنكم شايفين نتيجة شايفين نتيجة سريعة وكمان شغلة تانية كون ما نخلص اللي عنده انزلاقات وظروفية حتى لو كان الانزلاق كبير يعني ممكن خلال عشر دقائق من عمل هاي الحركات البسيطة اللي بنعطيكم إياها بس بدكم تصبروا وتركزوا فيها تغيروا وضعكم بالكامل يعني تكون درجة الألم غير محتملة تسعة من عشرة وبعد ما اعمل شوية حركات وأصير أزيح بحالي وأصير أحاول أدخل الدسك لوالوت أو خفف الضغط على العصب في حركات الحوت حركات الرجلين بعض الحركات البسيطة التمرين البسيطة هادي لحد ما ألاك الحركة اللي بتساعدني أكتر شي فظلني أتبع الحركة الحركة هادي بتثاب جزء الحركة تساعدني مثلا أجيب الإجر على بطني هاي الحركة هي اللي تساعدني بظلني أسويها جزء الحركة بتبع عليها. يعني بشوف. وبظلني اسويها. بظلني اسويها كل ساعة. هي بتاعم بدها تمارين كل ساعة. اللي نرجع للاصبع. اذا ضليت نعمل التمارين للخلفة دي مثلا. في هاي الحالي انا بضمن انه الجروح اضله مسكر يعني. حتى لو اغلطت وحنيت حالي للامام ما بيكون في خطورة. لاني بكون معدل الفقرات ومضبط الغضاريث. بس لما ما اعمل التمارين هادي كل ساعة. في هاي الحالي انا بسمح للغضروف بشكل تلقاي انه يضله في حالة الانزلاق. فالتمارين لازم تكون بشكل ساعة. كل ساعة. لازم يكون التزام كامل. وبتستاهل اني التزم واتبع التعليمات هادي. لانها حتنقضني من العملية. على الاكيد خدوها مني يعني من ارض الواقع. وخدوها من الناس اللي جربوا الطرق هادي واستفادوا. هاي هم بيكتبوا في التعليقات. رجعوا للتعليقات وكرشوا اللي التجربة اللي مروا فيها. وعرك النساء هذا موضوع تاني. هنحكي شو الشغلات اللي ممكن تنهي الموضوع نهائي وتقوي العصب. محاضرات تانية يعني. يعني نعطيكم احنا رؤوس اقلام. بس تبعوا شوي شوي. خلينا ننتقل للمراحل التانية. مش نظلنا نرجع لنفس الموضوع. هاي عندكم الكتاب. درسوه. الكرو. هاي عندكم هومورك. تتغضروا. تتعرفوا على الام ظاهركم. وغير هيك اذا انتم ما فهمتوا وانتم ما تعلمتوا كيف تتعاملوا مع ظاهركم. صدقوني. ما حدا حيارف كيف يتعامل معكم. ولا حيكون في نتيجة لاي علاج. اذا ما عرفتوا كيف تتعاملوا مع العمود الفقري تاعكم. هاذا هو الحكي النهائي. وما اظن حدا ممكن يحكي حكي تاني. انتم شوفوا. جربوا اللي بدكم اياه. المهم عندي انكم تقتنعوا وتبلشوا تشتغلوا على حالكم. وما تضلكم دايرين على شكلات. بس هدفها ساحب فلوسكم. يعني والمشكلة مش في الفلوس. المشكلة مش في المصاري اللي بندفعها. احنا بندفع مصاري على الحامي والبردي. بندفع مصاري على الامراي. واحنا بنتوقع انه الامراي هي اللي هتعالجني. بندفع على السيتسكان. بندفع على تخطيط عصر. بندفع على تخطيط دماغ. بندفع على مش عارف ايش. بدل ما تدفعوا على هاي الشغلات. بل شو? اتعالجوا اذا شفتوا بعد يوم بعد ساعة بعد ساعتين الامور صارت تتغير للأحسن ولو واحد في المية انسوا لي من كل هاي الاشيالات اللي دارين عليها يقعدوا في البيت رايحوا حالكم وتابعوا لمدة أسبوع فقط عطوني أسبوع مش أكثر من أسبوع اذا بعد أسبوع شفتوا فيش أي تحسن روحوا على أقرب دكتور وخليوا يعملكم عملية ساعتها خلاص بس أعطوا أعطوا خالكم أسبوع بدي أشد 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 وفيش واحد بحط راسه في الموضوع انه يطلع من الديسك إلا بيطلع منه هذا مش حكي فاضي ولا حكي هيك إعلامي بس أعطيكم أمل فارغ هذا حكي من الواقع من الواقع اللي مارين فيه لمدة 30 سنة لهاي أصعب الحالات اللي عنده طرق أحسن لعلاج ألام الظهر والديسكات ومجربة يكتب لنا في التعليقات خليني أنا أتعلم ونفرجي الناس الثانين طرق تاني غير الطرق هاي اللي بنعرضها وغير مئات الطرق اللي موجودة في الكتاب هذا ما خلينا دول في العالم إلا خطينا كل إشي عن ألام الظهر في هالكتاب هذا المجاني صدقة جارية فاستغلوه نزلوه عن الصفحة موجود كتير ناس نزلوه يعني فوق العشرة آلاف وحد نزلوه عن صفحتي ليش حضرتك وحضرتك لسه مش منزلينه ولسه مش درسينه أنا ما بعرف على كلين نتمنى لكم الصحة والعافية والله يهديكم بس وتتبعوا هاي التعليبات وحتشوفوا فيها الشفاء التام صدقوني صدقوني وأنا بس أعلم لما أشوف تعليقات زي هيك طب أروح على عملية ولا ما أروح على عملية طب ما نيكاعد بتحسن وتحسن وضعي وطب إتان شو رايك يا دكتور يعني هاي بده راي وهاي بده مشاوري بده في تحسن خلص أنسى موضوع أي علاجات تاني والتزم في العلاج اللي جاب نتيجة مدام علاج مجاني ومش خسر أن ينشي وبتعملوه على راحتكم في البيت وإنت ما عندكم مجال وعندكم وقت فراغ بتسوه إذن شو ناقصنا بدناش أي معدات ولا أدوات ولا شي بس اللهم شوية همة وشوية مواضبة ومتابعة وغيروا شوية من هالكعدات ومن هالنوم الغلط والحملة الغلط والوقف الغلط على المطبخ بس التزموا في بعض التعليمات هي بدها التزام بسيط لمدة أسبوع بعدها بخف الالتزام هذا بتبطلوا تعملوا تمارين كل ساعة بتصيروا كل يوم تعملوا لكم حرقتين ثلاثة بس وقت ما تحسوا أنكم تعبتوا تعملوكم شوية تمارين وانتهى الموضوع أنا ما بتضللني طول حياتي أعمل تمارين وزيوت هاي بس أسبوع أسبوعين بعدين خلاص انتهينا سلامات